في المقدمة أعزائي لابد أن تعرفوا أن هذا اصطلاح السور المكية أو المدنية أو الآيات المكية والمدنية ليس لها أصل نقلي يعني لم يرد عندنا لا في القرآن ولا في الرواية تقسيم الآيات إلى مكية وإلى مدنية من قبيل ما ورد في تقسيم آيات القرآن إلى محكمة وإلى متشابه نحن إذا قسمنا الآيات القرآنية إلى محكمة ومتشابهة أصلها موجود أين؟ في الآية من سورة آل عمران أما عندما نقسمها إلى مكية وإلى مدنية هل له أصل النقلي أو ليس له أصل النقلي؟ الجواب ليس له أصل النقلي إذن من أين جاءنا تقسيم الآيات أو السور إلى مكية ومدنية؟ جاءنا من اجتهاد علماء القرآن علماء علم العلوم والقرآن من هؤلاء جاء لأنهم نظروا إلى الآيات أو السور ووجدوا أن خصائص السور التي نزلت في مكة غير خصائص السور التي نزلت أين؟ في المدينة من هنا قسموا السور والآيات إلى مكية وإلى مدنية هذا أمر الأمر الثاني أنه وقع اختلاف بينهم أنه ما هو المراد من المكي والمدني؟ بعض قال أن المراد من المكي والمدني النظرية الأولى مرتبط بالمكان فالسورة أو الآية التي نزلت في مكة فهي ماذا؟ مكية والتي نزلت في المدينة فهي ماذا؟ بناء على هذا الاتجاه تكون ماذا؟ مدنية أو مكية؟ تكون مكية لأن التقسيم بلحاظ المكان بلحاظ المكان من هنا أصحاب هاي النظرية أريد أن أخصك لنبحث مفصل بين الأعلام وقعوا في حيرة في الآيات التي نزلت لا في مكة ولا في المدينة أين يصنفوها؟ لأن اللحاظ ما هو؟ لحاظ مكان فإذا لم تكن لا في المدينة ولا في مكة إذن ما هي هذه الآيات أو السور؟ هذا أولا الاتجاه الأول اتجاه الثانية والنظرية الثانية أن اللحاظ بلحاظ عمود الزمان لا بلحاظ المكان يعني الفترة التي كان النبي فيها في مكة فكل ما نزل إليه فهو ماذا؟ فهو مكي والفترة التي هاجر فيها من مكة إلى المدينة بعد ذلك فهو ماذا؟ فهو مدني فبلحاظ المكان فبلحاظ الزمان لا بلحاظ المكان هاي النظرية الثانية واللي هي عموما المعول على ماذا؟ على هذا لماذا؟ لأنه مدخلية الزمان ده يؤدي إلى تغير ماذا؟ الآيات وعموم المحققين ذهبوا وهذا أيضا يكشف لنا أن الزمان والمكان له دور في تغير ها؟ شنو؟ الخطاب القرآني فإنه في مكة كانت مجموعة من الظروف الزمانية والمكانية والاجتماعية والثقافية والفكرية وفي المدينة كانت ماذا؟ يعني في مكة ما كانت دولة إذن لا معنى لأن تنزل الآيات المرتبطة بماذا؟ شنو؟ قولوا معي بفقه الدولة لماذا؟ لأن الأحكام والقواعد المرتبطة بفقه الدولة لها موضوع في مكة أو ليس لها موضوع في مكة؟ ليس لها موضوع في مكة لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وآله لم يكن في مكة بصدد إقامة الدولة وسلطة وحكومة أبدا نعم عندما جاء إلى المدينة بدأت خطواته سريعة لتأسيس ماذا؟ لتأسيس دولته وهي الدولة المدنية وهكذا وهكذا هذا من النظرية الثانية النظرية الثالثة وهي من النظريات الشاذة ولكن موجودة أنا فقط أشيرها للأعزة وهي ماذا؟ وهي أنه إذا كان الخطاب موجها لأهل مكة فالآية مكية إذا كان الخطاب موجها لأهل المدينة فالآية ماذا؟ مدنية وهذه واضحة البطلان لأن الآيات القرآنية لا موجها لأهل مكة ولا موجها لأهل المدينة بل هي رحمة للناس أجمعين ما إلى معنى لأن نقول لهذه الجماعة ولتلك الجماعة علي لحوة هذه نظريات ثلاث في هذا المجال من هنا أعزائي بناء على النظرية الثانية وهي أن المكي والمدني بلحاظ عمود الزمان وقع البحث بين أعلام علوم القرآن لبيان ما هي خصائص السور والآيات التي نزلت في الظرف وفي الزمان المكي وما هي خصائص وآيات التي نزلت في زمان ماذا؟ الظرف المدني فاتبحث جيد أكو في هذا المجال وإن كان مختصر لكنه بحث جيد عرض له سيدنا الشهيد قدس الله نفسه في كتابه المدرسة القرآنية تحت عنوان المكي والمدني أعزائي يبدأ هذا البحث من صفحة مائتين وثمانية وأربعين وينتهي أعزائي عند الصفحة نعم وينتهي عند الصفحة مائتين واثنين وسبعين تقريبا خمسة وعشرين صفحة بيودي أن الأعزاء هذا اليوم يطالع يعطيهم فالتصور كامل لأنه هذه الآيات المكية والآيات المدنية اختلف خطابها بيانها القواعد التي تتكلم بها غير ذلك مثلا على سبيل المثال يأتي في الصفحة مائتين وثلاثة وخمسين من المدرسة القرآنية سيدنا الشهيد يقول من أهم خصائص الأسلوبية والموضوعية للقسم المكي من القرآن أولا قصر الآيات والسور وإيجازها وتجانسها الصوتي أنتم انظروا الآن مثلا سورة النجب اللي هي تقريبا متفق عليها أنها مكية تجد عموم الآيات فيها كلمتين ثلاث كلمتين ثلاث أبد عشر كلمات ثمان كلمات أما ما تجد بيني وبين الله آيات نصف صفحة وأربعة أسطر أما تجد فيها مو ما موجود على الإطلاق الحالة العامة الظاهرة والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى مع أنه كان بالإمكان أن يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يحاوى لو يجعل في آية واحدة بإشكال أعزاء لا ما بإشكال ولكن هكذا قالها رسول الله ونزلت على قلبه المبارك علمه شديد القوى ذو مرة فستو ممكن لو ما ممكن بل ممكن ولكنه هي آيتين مو آية واحدة الخصوصية الثانية هذه مهمة أعزاء هذه الخصوصية التفتوا الدعوة إلى أصول الإيمان بالله واليوم الآخر أساسا لأن الفترة فترة ماذا؟ كانت تريد أن تخلص الناس والمجتمع من ماذا؟ ها؟ من الشرك من الشرك هؤلاء كانوا لا يؤمنون بالتوحيد الحقيقي لا يؤمنون باليوم الآخر بذلك المعنى الصحيح لا يؤمنون بأمور مخالفة لحقائق الإيمان كلها هاي التي أشار إليها القرآن الكريم هاي اللي أشار إليها القرآن الكريم في آخر سورة البقرة اللي يعبر عنها أهل السنة بأنها أصول الإيمان أعزائي هذه الآية أعزائي إلى آية أعزائي والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منه هيعتبروا هذه من أصول الإيمان ومن أركان الإيمان عنده هذه الأمور كانت واضحة في المجتمع المكي أسان الدعوة الأصلية أين كان؟ هي هاي أصول الدين واقعا أولا الأصول ثم ماذا؟ ثم الفرو ثبت العرش ثم ماذا؟ ثم انقش قبل الأصول لا معنى هاي الخصوصية الثانية الخصوصية الثالثة مجادلة المشركين في ماذا مجادلتهم؟ في ماذا مجادلتهم؟ فيما يعتقدون الاعتقادات الباطلة وتسفيه أحلامهم الخصوصية الرابعة التمسك بالأخلاق الكريمة أساسا ولهذا تجدون أنه جملة بل أكثر المحققين يقولون مسائل الصلاة تفاصيل أحكام الصلاة والصوم والحاج ومسائل حرمة الخامر هذه كلها ما هي ها؟ يعني كلها مدنية بعد أن آمن عند ذلك تقول هذا مواجبكم لا ولا مؤول الأمر عزيزي هذه خصائص ماذا؟ خصائص الآيات أو السور المكية في المقابل أعزائي خصائص السور المدنية طول السورة والآية وإطنابها تفصيل البراهين التحدث عن المنافقين ومشاكلهم ولذا يقولون في السور المكية والآيات المكية عموماً أساساً الإسلام بعد لم يكن دولة ضاربة ومتنفذة حتى تأتي ظاهرة ماذا؟ ظاهرة النفاق حتى الناس يخافون منها وإلا المسلمون المؤمنون كانوا يخافون الكفار يخافون والمشركون يخافون حتى يظهروا الإيمان كذباً التفصيل لأحكام الحدود والفرائض والحقوق والقوانين السياسية والاجتماعية والدولية ترجمة نانسي قنقر